رحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاش دانا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاش دانا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرمين لم يحترم قندو ضهام وابلقان أبدا وما تثاءب أشلا في مداء الزامن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاش دانا واغفر لنا ما مضايا يا واسع الكرمين من هدوى أبو فلم تهرب وما وقعد ظبابة أبدا في جسمه الحسنين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاش دانا واغفر لنا ما مضايا يا واسع الكرمين لخلفه كأما من رؤية تبتت ولا يرى آثار بول منه في حالني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاش دانا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرمين وقلبه لم ينام والعين قد نعسد ولا يرى آثار له في الشمس ضعفاتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاش دانا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرمين كدفاه قد علتا قوما إذا جلسوا إن الولادة سفيادا بما اختاتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاش دانا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرمين هذه الخصائص فهبدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محنين يا رحب بالمصطفى بلغ مقاش دانا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرمين حول يا صلي وسلم لا إمان أبدا على حبيبك خير الخلق بلغ مقاش دانا واغفر لنا ما مضايا يا ربي بالمصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الفرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمين أرهابئه وإخوان إمام المسرين والصحابة المعين والتابعين لهم لإسان لا من دين ثم الأرواه آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأسائخنا ومعلمين في الدين ولجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمناء sal cannot receive angels Son وإلى روم وألم هذا الكتاب الشيح وشهاب الدين بن سلامة القليوب وأسولهم وقرؤهم ودعو الهجور بعليهم أجمعين أن الله تأشيهم بالرحمة والمغفرة أن الله يأفرر لهم ويرحمهم ويعيد وجاتهم وزنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير وفع لكل إشارة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق أن ناصر الحق بالحق والهادي إلى شراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العزيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وابتع علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خدائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحكاية الثالثة والثمانون الحكاية الثالثة والثمانون في معجزتي في معجزتي سيدنا عيسى عليه السلام وخيانة النساء وخيانة النساء وقيا أنه كان في رجل من بني إسرائيل زوجة من أجمال نساء زمانها وهو مقرمون بيها فماتت فلا زمان فضرها زمانا طويلة مر عليهم سيدنا عيسى عليه السلام وراءه يبكي فقال له ما يبكيكا فقصة عليه خبره فقال أدوحيب أنوحييها لكا قال نعم مدعا عيسى عليه السلام صاحب القبري فقال رجل أبدا أسود والنار تخرج من من خيره وعينيه ونفافذه ومن آفذه فقالا لا إله إلا الله عيسى قوم الله فقال الرجل يا نبي الله ليس هذا القبر بل هو هذا وعشارا إلى قبر آخر فقال للأسوال يرجع مكانك يرجع مكانك فسقط فسقط بيتان فواره أن ترابوا ثم تبدأ إلى القبر الآخر وقال يا صاحب هذا القبر بإذن الله وانشق القبر واخرجع منه إمرأة أنفدو أنجرابا أنرأسها قال الرجل مازهي زوجتي يا روح الله وقال خدها واخدها وانصرفا أدركه النوم في الوقت وقال لها إني فقد قتلني السهر على قبرك وأبين أن أخذ لراحتا وقالت له افعل ووضع رأسه على فقدها على فقدها وآما بينما هو وذلك إلما ربيها ابن مالكي من أجمال أهل الزمانه نادا وهيئة على جوان حسن فلما تعلق قلبها به فعلق رأس زوجها على الأرض وقامت إليه وقامت إليه والله على مستوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمر والرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال سيخو الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات العلمه كاملا ربيゲ Påد رين وعلى آمين قال رب العالمين وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الشが Cantفي wierة 4 الثالثة والأثمنoon Nissan حقيقة الخASE Worldاػيثة في معجزتِ سيّدنا عيسى عليه السلام وخيانة النساء ショ whooshing قلت تكلم عن مُعْنِ زمن ما بين الله يس لأم ومعها عن الhomme وقلت تأثير أنه كان رجل من بني إسرايلا سوزات من أجمالين سائزمانه تأثير هناك تأثيرا لائك من بني إسرايلا بني إسراهل الملكة من أسفرالي الله يشك". 와서 21 Castile qui donne تباوح هناك تباوط كانوا الأشعب كانوا الأشعب فهل العلمانات التي تربطه على الوصح إنه الإسران قد تجربة اصحر اصحر المدرسيك في استرائه في البحر زمنها فهر زمنها يشعر الوصح إنه إنه إسرائه كنت تشعر المدرسيك فيها فهر اصحر ومن ثم للهي وانهل مدرسيك لا يوجده ومن الز مدرسي لا يوجد سياسي ومن الزمان تحمل الأحيان، وجهة في ذلك ثم FOR العزمasto براه ومز 순ر معiasm ول veggره مما唉 و مزيد المع enterprise لذلك سنتوقs للمذلك بعض نز perder لا يعلم ا inevit Bunوى قال قالوا آفان آفانا، لي Savannah ماهو относ 엄청 حفلي رعاه ات رجل سنتوقs الناس له بhasية انتهر جداSP من ر obt Things طموّz Oscar Sa bien السيد العِيْسَام عَيْسَسَ مِلِوتِهَ عَيْسَى A. مِلَّا إِسَىAssُ قُلُفْأَ ذُخُـى ملاذا يقول لأسف الاجتماعي 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 لأسف الاجت وهذا كان سمعت منذ عام كان سمعت معها أول شيء مخيوان لنفسنا مخيوان العدي. لنفسي سمعت معه مخيوان عائل يارض للأجهة سمعت معه Bothes الطiers skirt لقائل جميعا حالة صفالة صفاают سمع أنها؟ سمعت شرامات permitted في الهند кому؟ بين و الطائف بلات Force لا ترم射 كيف تركون كيف تراني الأتراك مصر نهاية بعدZ أخد الأشألة سو lâmann على رات أسود سوال ما أمود سوال وش ترى سوال صح metal الأشألة ال Wise مفتق jadi lagi bertahun-tahun salah sejarah ini malah sejarah orang laki yang hitam salah sejarah salah kamar jadi salah kamar bertahun-tahun sejarah gak tahu dan api itu keluar dari lubang hidungnya dari matanya dari semua tempat-tempat yang merupakan ronggam dia punya badannya keluar dari api itu dari laki-laki yang hitam tadi yang keluar dari kuburnya api keluar dari lubang hidungnya dari matanya dari duburnya semua keluar maka ada maka dia udah langsung dengan kalimat seperti ini la ilaha illallah aisa ruhullah pas dia keluar nabi isa melihat ini laki juga melihat dari lubang hidungnya dari dua matanya semua rongga-rongga tubuhnya keluar sampai dia bilang dengan kalimat tadi la ilaha illallah yang menunjukkan dia yang menunjukkan dia itu kuburnya salah ditunjukkan ke kuburan yang lain ini merupakan kuburan istri saya maka nabi isa langsung bilang kepada laki-laki yang hitam yang udah keluar yang menunjukkan ke kuburan langsung mati lagi lihat nabi isa bisa hidupin orang yang sudah ini kalau bunyi itu langsung tanah nutupin dia nguruk ria Allah jadi gak pake diuruk lagi langsung otomatis nguruk sendiri sekarang begitu kita gak abur kemudian nabi Allah isa langsung melihat menoleh kepada kuburan yang lainnya tidak ditunjukkan laki-laki ini wakala bangunlah wahai orang yang dalam kubur eh dengan izin Allah panisyaqal qabru kuburan langsung berulah wakha rajat jadi zombie itu bukan hal baru ini zombie bukan apa bukan fiktif bukan hal baru jadi zombie istilah orang-orang barat sebenarnya udah ada dalam agama Islam udah ada itu nabi Allah isa-ra'ala orang yang mati udah ribuan tahun bisa diapain ini zombie bukan hal yang baru bukan cuma istilah orang barat bilangnya apa zombie padahal bukan zombie orang yang udah meninggal lama nabi Allah isa-ra'ala hidup pintu itu diantara mu'izzat daripada nabi Allah isa-ra'ala terbelah itu kuburan terbelah itu kuburan terbelah itu kuburan terbelah itu kuburan yang mengibas-libaskan tanah dari kepalanya gituin pas dikeluar kemuran gituin kepalanya ada tanahnya maka lakuinya bilang ini bini saya oh ayo nabi Allah isa nah baru ini bini saya tuh ketahuan yang tadi pun kan maka langsung dia bilang nabi Allah isa bilang khudaha dibawa pulang senoh aduh lama bawa pulang senoh fa'akhudaha dibawa pulang konsor rafa sampai ke rumahnya balik fa'akadalah kahunna mu'fil wakti langsung tiduran di kecapean orang sabar sehari ziarah ke maklum binginya kecapean langsung tidur kemudian di tiduran saat itu juga bilang kepada bini yang cantik ini saya ini sudah berbulan-bulan bergadang-gadang di kuburan engkau dibilang tersungguhnya saya sudah apa lama bergadang bergadang di kuburan engkau ya Allah ya laki ini saya ini saya ini dalam perjadian masih bersam dikawin lagi dan saya pengen bersenakmu kepada engkau dibilang saya ingin bersenak-senak kepada engkau maka langsung bini yang ini bilang kepadanya silahkan lakukan dia kolokan tidur di atas pahak bininya kemudian dia tidur dia taruh kepalanya di atas bininya pahak bininya kemudian dia tidur sebelum ketemu di atas pahak bininya istrinya itu di atas pahak bininya nah lihat ini khianatnya seorang perempuan tadi itu dan panjang sampai laki-laki yang tidur di atas pahak bininya lewat anak raja ganteng yang luar biasa kemudian juga نوراني الوارباس lewat anak raja yang paling ganteng ke zamannya لما تعلق قل دهابه langsung jatuh hati istrinya tadi langsung jatuh hati yang sangat ganteng jadi selingkuh bukan baru ya orang yang mati bisa selingkuh tapi udah mati kan hidup lagi kalau bukan agama kalau bukan ajarannya Rasulullah SAW orang-orang yang racun orang-orang yang pergi dunia akhirat kita kan ketahan-ketahan sebab apa ajarannya Rasulullah SAW kita yang gak berzina kita yang gak seringkuh kita yang gak ngabuk kita yang gak judi kan semua sebab apa tertahan oleh ajarannya Rasulullah SAW ada perempuan jatuh kita yang gak mau kenapa gak mau ada ajarannya Rasulullah SAW dan itu semua keberkahan daripada ajarannya Rasulullah SAW satu kampung dengan kampung oleh yang saling akur anak-anak muda orang-orang tua pada akur itu apa itu ajarannya Rasulullah SAW gak ada yang lain kayak demikian ya ini-bininya pas ada laki-laki anak kerajaan lewat yang paling ganteng di zamannya juga murah suka memberi orang lain eh yaitu hati kepada itu laki-laki kalau laki-laki lagi tidur di atas pagi ditaruh di atas tanah kemudian dibangun kepala laki ditaruh di atas tanah kemudian dibangun dan kala ini anak raja yang sangat rampan yang sangat ganteng melihat tuh istri kan tadi perempuannya paling apa tuh paling cantik di zamannya sama-sama jatuh hati juga ini dua-duanya paling jatuh hati si peruntuhan itu jatuh hati kepada anak raja yang sangat ganteng juga sebaliknya maka kemudian dia bilang kepadanya kuni bawa saya itu bawa saya dibawa diboncingin langsung di belakang kuda gitu langsung jalan selingkuh gak ada ya di zaman bandus bukan hal baru lakinya langsung bangun gak lama lakinya langsung apa langsung bangun eh bininya gak ada diikuti jimjak kaki dari bininya itu sampai ditemukan didapetin tuh didapetin istrinya dari mana tuh maka si laki ini suaminya tadi bilang kepadanya jadi biar pendalil maliki ini istri saya terpaksin kasih kepada saya orang dulama dikuburan kan begitu dihidupin namanya kemudian malah diambil oleh anak raja yang sangat yang sangat tampan wahin anak raja ini 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 yang sangat tampan anak jari kepada suaminya anak jari itu bininya saya ini budak dari anak raja ini dia gak ngakuin siapa itu suaminya suaminya jelek kali saya ini budak perempuan anak raja ini depan laki ini bilang begitu begitu ya dia bukan pelakor yang pelakor yang itu ya yang pelakor setelah pelakor kan yang pelakor cowok maka anak raja bilang apakah engkau ingin jemuruh kepada budak perempuan aku yang terpengen jemuruh dengan ini budak perempuan anak yang terpengen jemuruh ini bukan bini ya Allah jahat bini kianat terhadap Nabi Allah Isa alaihissalam laki ini bilang wallahi innaha zaujati demi Allah kesungguhnya ini bini saya wa inna sayyidina Isa alaihissalam ahya haliba ada maut soalnya Nabi Allah menghidupkannya untuk aku setelah dia mati lama dia udah mati lama Nabi Allah Isa hidupin pas mereka lagi debat lagi debat tiga-tiga lagi debat wa ida Isa alaihissalam bi'izzaihim tiba-tiba Nabi Isa nongol depan mereka semua langsung Nabi Isa nongol depan mereka semua yang lagi berdebat tiga-tiganya langsung lakinya bilang kepada Nabi Allah Isa alaihissalam langsung Nabi saya bilang iya ini istri engkau kemudian kata Nabi Allah s.a.w si bininya bilang dia berbohong dia berdusta saya ini bukan bininya dia lihat di depan Nabi Allah masih apa itu masih bohong yang hidup Nabi Allah Isa saya ini budak perempuan dari anak raja ini langsung Nabi Allah Isa mengatakan kepadanya engkau bukan perempuan yang kehidupkan dengan izin Allah engkau ini kan perempuan yang kehidupkan dengan izin Allah ta'ala tidak demi Allah bukan wahai Nabi saya ini bukan perempuan yang kehidupkan dengan anak kuh itu langsung suaminya bilang pada Nabi Allah Isa salam ya Allah kembalikan dia ke asalnya asalnya mati maka kembalikan apa mati lagi langsung Nabi Allah Isa minta kepada Allah langsung mati lagi maka Nabi Isa bilang kepada semua orang yang di situ siapa orang yang ingin menyebab seorang laki-laki yang matinya kafir kemudian dia Allah hidupkan kemudian dia beriman dan mati dalam badan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala lihatlah laki-laki yang hitam ini itu laki-laki yang hitam dunia apa kafir إلا شخص ماتح مؤمنان orang yang ingin melihat kepada seorang yang matinya beriman kepada الله فَأَهْيَهُ اللَّهُ kemudian Allah hidupkan dia فَأَكَفَرًا kemudian dia kafir dia ingkar وَمَا نَا كَافِرًا dan dia matinya dalam keadaan kafir tidak beriman kepada الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا فَلِيَنْزُرْ إِلَا هَا دِهِ الْمَرْعَةِ لِيَا كَرْبَدَا perempuan ini itu perempuan lagi meninggalnya مؤمن maka dia bersumpah laki-laki tadi demi Allah saya tidak akan kawin lagi selama-lamanya وَخَرَجَ إِلَا الْبَرَارِي يَعْبُدُ اللَّهَ فِيهَا حَدَّا مَتَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَعَالَا dan dia keluar ke sebuah daratan di ibadah kepada Allah di sana sampai dia meninggal dunia رَحِمَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِالسَّوَالْفَاتِحَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يا بد إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِهُ من الصلاة المستقيم سَلَاقَ الَّذِينَا نَعْمْتَ عَلَيْهِمْ غِرِ الْمَرْضُبِ عَلَيْهِمْ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بعد الرضا اللهم صلِّ وسلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَأَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ يَا حِيُّ يَا قِيُّونَ يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللهم اهْرِنَا بِهُدَاكَ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يُسَارِئُ فِي غِرَاكَ وَلَا تُوَلِّنَا وَلِيًا سِوَاكَ وَلَا تُجَعَلْنَا مِمَّنْ خَالَفَ أَمْرَكَ وَعَصَاهَ أَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِينَ وَلَا حَوَّا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ الْعَظِيمَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّسْمِيعُ العَلِيمُ وتم علينا إنك أنت الدواب الرَّهِيم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الأَخْرَةِ حَسَنَا أُقِّنَى عَدَابَ النَّارِ يَا بَالْجَلَالِ والِإِكْرَامِ يا أرحم الرحمن ربي أبلي ولوالديا ورحمهما كما ربياني صغيرا ربي أفلي ولوالديا ورحمهما كما ربياني صغيرا ربي أفلي ولوالديا ورحمهما كما ربياني صغيرا ربي أفلي صلى الله على سيدنا محمدين وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزق عما يسفوا والسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغرقا وأتوب إلايك الحمد لله على عم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله على بركة الله والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاء نوا الدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاء نوا الدرج يا رسول الله السلام عليك يا ربي عشاء نوا الدرج يا ربي عشاء شكرا